سيدة المطابق إن تعمل ما تنفع التنمية والتكوين فيما فيها الرجال في الأحيان التي تعتبر إحدى روافط الزراعة الذكية أصبح الآن حسمية بالنظر للحاجيات الجديدة التي يتطلبها المسجون والمزارعين ومختلف متعاملين اقتصاديين في ظل الظروف المعاصرة التي نعيشها والتي تنتسم في العولمة عولمة الاتصال وروح التنمسين وبموجب ذلك أصبح من الضروري على البحث والكبتكار في ظل منهجية الفلاح الذكية كما هو الحال لعملية تثمين نتائجة والإرشاد والدعم الإستشار أن يطلع بذور جديد وحديد يستوجب منا وضع مناحج للتطوير دون يدلاثم عصرة العالم الفلاح والريق وبالأخير نستلم هذه القرصة الطيبة لتقدم بالتشكورة الخاصة إلى كافة المعمل لتطوير مناهج الفلاح الزراعية وكافة العاملين بهذه القطاعات لما يوليونه من اهتمام لرفع التحركية الدلموية التي تمكننا من قلوغ أمننا الغذائي متمنية من جميع التوفير والنجاح المهام الموكولة إليهم من حجل تحقيق النمو الغذائي والتنمية المستدامة الخاصة في الزراعة والتنمية الإنسية وتلك المتعانقة في الغابات والصيل البحري والتي هدفنا المرهية وهذا هو النصف الذي نسعى إليه جميعا هما لا يؤمنوني بهذا القطاع الكريم أن أشكر مرة أخرى جزيرة شكرا قطاع التعليم العادي والبحث العمي على الدعمة والمساندة والمساهمة البعالة لتركية نظمة البحثة والتكوين لا سيئة في مجال الفلاحة التي تشكل إحدى الرواحة الأساسية لفتنمية الإنسانية والاجتماعية لبلدنا وفي عاشرية احتفال بيوم 10 ديسمبر 1960 يوم انتفاض الشعب الجزائي من أجل استقلال الوطن أتمنى أتمنى أن يكون يوم 12 ديسمبر 2019 هدفنا وكلمة ومحطة قطن في تاريخ أمجال الشعب الجزائي وعزة الوطن بالتأكيد على تدسيط السيادة الوطنية والتأمين الجزائي والتأسيس الجزائي جزائي الحرية جزائي العزة والرقبية المجبور قلود لشهداء الأطرار وعزة والكرامة للمجاهدين والوطنيين الأخير والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم